السلام عليكم أعزائي الطلاب هنتكلم على الوحدة الثانية التكاملات المتعددة التكامل السنائي للدالة FXY يعني على منطقة معينة A تكتب بالشكل ده لو كانت الدالة FXY أكبر من أو يسوي الصف فإن الحجم المجسم تحت الدالة FXY نكتبه بالشكل ده بعد الخصائص التكامل السنائي على المنطقة اللي سابت في الدالة يسوي السابت في التكامل تكامل مجموعة دلتين يسوي مجموعة التكاملين أو فاق بينهم إذا كانت منطقة التكامل المنطقة A مقسمة إلى منطقتين فالتكامل على المنطقة الكلية يسوي مجموعة التكاملين التكامل على المنطقة الأولى زاد التكامل على المنطقة التانية طبعاً إذا كان الـ fx y أكبر من أوصول الصف فإن هذا التكامل يكون أكبر من أوصول الصف إذا كانت الدلة f أكبر من الدلة g أكبر من أوصول الدلة g فإن التكامل الأول أكبر من التكامل الثاني عند أربع حالات للتكامل الحالة الأولى إذا كانت حدود التكامل المعطاها سابتة بالشكل ده a b c d عشان نحسب التكامل بنحسب التكامل الدخل الأول ونشوف قلمته أكبر منه تكامل واحد وحكاياً نحسب التكامل الثاني نفس الكلام هنا بالنسبة للx وحكاياً نحسب التكامل بالنسبة للy نشوف نسألة زي كده أوجد قيمة التكاملات التالية بالضبط كده نحسب التكامل ده اللي جوه الأول ونشوف قيمته هنكامل هنا بالنسبة للy إذا الـ x اعتبرها سابت يساوي تكامل لـ 2xy زائد 6x تربية تكامل y y تربية على 2 بحضور التكامل من ناقص 1 لـ 2 نعوض بالحد اللي هو 2 بحكاياً نعوض عن كل y بواحد أو ناقص 1 أصدي ونشوف القيمة هي بتكامل ده بالنسبة للx فقط نعوض بحضور التكامل تكامل بالنسبة للx الأول بعد كده نكمل بالنسبة للy هنا تكامل بالنسبة للx 2x تربية على 2 زائد 6x تكعيب على 3 في الواي بنعوض بحضور التكامل بشكل حد العلوي هنا الحد 1 هي بتكامل كله بالنسبة لل y نكمل بالنسبة لل y هي دينا نفس النتيجة الحالة الثانية إذا كانت حدود التكامل معطاة والداخلية منها قيم متغيرة نفس الكلام ها هنكمل بالنسبة لل y بالشكل ده والنتيجة هنكملها بالنسبة للx أو لو هنكمل هنا بالنسبة للx زي ما قلنا هنا ها هكذا نكملها بالنسبة لل y نشوف مثال ووجد قيمة التكامل السنائي هنكمل هنا بالنسبة لل y هنلاحظ ان حدود التكامل هنا متغيرة أو دالة في x التكامل ده بالنسبة لل y يبقى x تكعيب y والتكامل هنا يبقى 2 y تربية ونعوض بحضور التكامل ها ها هزا ما قلنا هنكمل بالنسبة لل y الاول هنا ها هدي صغط التكامل عوض بحضور التكامل الحد العلوي هنعوض عن كل y بالتنين x لحد السنائي هنعوض عن كل y بx تربية تديني التكامل ده هنا نكمل بالنسبة لل x يبقى 8x تكعيب على 3 وهنا 5 وهنا ناقص 6 على 6 وهو ونعوض بحضور التكامل تديني القيمة دي نشوف مثال وجود قيمة هذا التكامل 6 هنا هنكمل التكامل الداخلي بالنسبة لل x بعد كده نكمل بالنسبة لل y تكامل بالنسبة لل x اكتنا بنكمل دالة الكوزين x نتكملها بال sin x ونعوض بحضور التكامل يبقى التكامل 2y في التكامل الداخلي sin y تربية نقص نص نكمل بعد كده بالنسبة لل y على كده نكمل بالنسبة لل y هبقى بالشكل كده 2y sin y تربية تكملها نقص كوزين y تربية وتكامل y بالنسبة لل y تربية ونعوض بحضور التكامل 1 إلى 3 تديني هذه النتيجة تکامل ترجمة نقصة ترجمة نانسي قنقر